المهم بعد كده الفساد اللي هو نمرت اتنين دخول الخطيئة الى العالم وزي ما قلت ان دي ناس كتير عمالة تقول ان الخطيئة دي حاجة نسبية ودي كل واحد يعمل هو عايزه نشوف نمرت اتنين ونمرت ستة نمرت اتنين الانسان اكل من الشجرة وعصى الرب وفي نمرت ستة الرب يسوع على الصليب علق على شجرة عشان يدفع ثمن خطيتنا فنمرت اتنين ونمرت ستة ليهم علاقة ببعض الكارثة بقى في عقوبة الله لكن في حل الهي وهو الفلك نيجي نمرت خمسة مجيء المسيح للعالم هو فلك النجاة هو الباب وهو اللي اخد عقوبة الله لما كان على الصليب وده بيورينا حاجة محمهاوي نمرت اربعة اللي هي التشويش دي مش هيكون فيه تشويش في السماء لان هيكون فيه لغة واحدة فالسبع ازمنا اللي بتحكي تاريخ البشرية مرتبطة ببعض عارف بقى يا اسيس نزار الشتان عايز يعمل ايه؟ عايز يلغي اول اربعة يقولك مفيش حاجة اسمها خليقة مفيش حاجة اسمها خطية طفان نوح ما حصلش تكوين الالسنة ده ما حصلش ودي كلها حاجات حصلت بالصدفة لو لغيت الاربعة الاولانيين التلاتة اللي بعديهم ملهمش معنى لانه مجيء المسيح الى العالم ملوش معنى الصليب ملوش معنى الحياة الابدية ملوش معنى فبهاي الحالة انت بتنكر الميلاد العذراوي بالزبط وبتنكر فكرة المعجزات في الكتاب المقدس طبعا ويعني كل فكرة الفداء والخلاص اللي هو من اجله تجسد المسيح كل ده ضروري فعشان كده احقا قال الله لما الشيطان بيوجه حربه على الاصحاحات الاولى من سفر التكوين لانه عارف لو هد هذه الاصحاحات والحقائق الموجودة فيها كل الامان المسيحي هينهار بس اللي بزعجني دكتور احنا يعني احنا بنخدم مش سر احنا بنصل لكل الناس طبعا وعننا جمهور واسع جدا والاغلبية الصاحقة من احبائنا المسلمين اهلا يعني لكن الشيء اللي بزعجني انه هاي الاسئلة مش من المسلمين ولا حتى من الارتودوكس ولا من الكاتليك نقول يمكن اه في تشكيك لكن اللي عاوز اقوله انه من الكليات اللهوت دكاترة لهوت وعلماء لهوت اللي بيشككوا في هذا الموضوع بالضبط عشان كده يا ريتي بعتولنا ويكلمونا احنا بنفتح الحوار البناء المحترم جدا ما حيقولوك انتو جماعة يعني متخلفين وبصر شو بالعكس يقول ما هو الحوار ما يتمش كده الحوار يقولي في بحث بيقول كذا واحنا هنرد عليه انه في بحث بيقول الحاجة مخلفة تمام ما حدش ما فيش داعي للحوار العاطفي ان احنا انتم متخلفين وانتم متقدمين احنا كلنا زي بعض لكن عليهم انهم يقدموا لنا حقائق نقدر بيها نفهمهم ازاي ان كلمات الله صادقة ويظل الله صادقا وكل انسان كاذب اشتركوا في القناة شكرا